أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن دبي ماضية في تحقيق الريادة في مختلف القطاعات بما في ذلك قطاع السفر والنقل الجوي بما تتمتع به دبي من إمكانات كبيرة وبما يجعلها شريكا فاعلا في تعزيز قدرات السفر والطيران حول العالم مؤكدا سموه على أهمية مواصلة العمل على تعزيز وتطوير الجاهزية التقنية للبنية التحتية لمطارات دبي جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه اليوم لمبنى المسافرين رقم ثلاثة بمطار دبي الدولي يرافقه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة حيث اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على سير العمل في مرافق وأقسام المبنى رقم ثلاثة بالمطار وكذلك تفقد سموه مراحل إنهاء إجراءات السفر للمسافرين والقادمين عبر المطار وشاهد سموه على الطبيعة كيفية سير العمل اليومي في كافة أقسام المطار كما اطمأن سموه إلى التسهيلات التي توفرها الجهات المعنية في المطار للركاب وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مطار دبي الدولي هو واجهة حضارية تعتس تطلعاتنا نحو المستقبل ونعمل باستمرار على تحسين تجربة المسافرين عبر المطار وتوفير أعلى مستويات التميز على صعيد البنية التحتية والخدمات التقنية المتطورة من أجل ضمان وراحة وسلامة المسافرين هذا ووجه سموه بمواصلة تيسير وسرعة إنهاء إجراءات المسافرين كما وجه بمواصلة العمل للحفاظ على أرقى معايير التميز لتكون دبي في الصدارة دائما تقدم كل ما هو ملهم في سبيل راحة الناس ولتكون دبي دائما المدينة الأفضل للعيش والعمل على مستوى العالم